اهلا بكم من جديد علمت النشرة الاقتصادية نهاية الكهرباء والماء ستصدر توضيحا لجميع مشتركيها بان تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لفئة بحريني حساب واحد لم يطلها اي تغيير وانما هي بحسب ما نص عليه القرار الوزاري لقم واحد لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء حيث ان تعرفة الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشتركين البحرينيين لحساب واحد ما زالت كما هي ولم تتغير وانما نشر في حسابات تواصل الاجتماعي كان ردا لمجلس النواب الموقر اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة لكلفة انتاج ونقل وتوزيع وحدتي الكهرباء والماء وليست تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء من قبل المشتركين كما ان كلفة وتعرفة الكهرباء والماء مطبوعة خلف فاتورة الكهرباء والماء منذ عدة سنوات عقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعه الثالثة والعشرين للدورة الثامنة والعشرين مؤخرا ببيت التجار برئاسة رئيس الغرفة خالد المؤيد ناقش فيه العديد من الامور التي تستادف تعزيز دور الغرفة في خدمة الاعضاء والنشاط الاقتصادي في المملكة وقد بحث الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله اهمها ما يتعلق بالبيانات المالية للغرفة عن الربع الاول من العام الجاري 2017 كما بحث اجراء بعض التعديلات على المواد القانونية للمرسوم بقانون رقم 48 واللائحة التنفيذية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بما يتناسب مع الدور المأمول للغرفة والمستجدات المترتبة على تطبيق الزامية العضوية بدءا من العام الجاري استلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي دار القرار ستة منازعات جديدة خلال الفترة من الاول من يناير الى ثلاثين من يونيو الماضي وقد بلغت القيمة الاجمالية للمبالغ المتنازع عليها ثمانين مليون وثمانمائة الف دولار وقد بيّن دار القرار ان اغلب المنازعات كانت لاطراف بحرينية بواقع اربع منازعات بقيمة اجمالية بلغت مليون وستمائة الف دولار ومنازعة واحدة لاطراف كويتية بقيمة احد عشر مليون دولار واخرى لطرفين احدهما اماراتي والتي كانت الاعلى من حيث المبلغ المتنازع وبلغت اكثر من ثمانية وستين مليون دولار وقد صرح الامين العام لدار القرار احمد نجم بان قطاعات النزاعات تنوعت بين النقل البري والمقاولات والاجار واتفاقيات البيع وللحديث اكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد احمد نجم امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي دار القرار مرحبا بك استاذ احمد معنا في النشرة الاقتصادية بداية ما هي الاسباب الرئيسية وراء تزايد عدد النزاعات النوعية التي تعاملتم معها في دار القرار في الاشهر الستة الماضية هو طبعا ليس هناك زيادة في عدد المنازعات التي تم تسجيلها في النصف الاول من عام 2017 لان من العادة دائما ان وطيرة تسجيل المنازعات في دار القرار نسجل منازع كل شهر فهذا العدد طبيعي وعدد دائما في جميع السنوات عادة يكون حتى في النصف الاول من العام يسجل اكثر من ست منازعات لكن والحد الأدنى دائما تعودنا ان هناك منازعة كل شهر فلي شي طبيعي نعم سيد احمد يتضح من احصائيات دار القرار ان غالبية المنازعات هي لبحرينيين فما هي ابرز القطاعات التي تتركز فيها المنازعات البحرينية وكيف يتم النظر فيها من قبلكم انتم وهو طبعا بحكم ان مملكة البحرين مقر المركز في مملكة البحرين وتستضيف المملكة المركز وتعطي طبعا الحصانات من حصانة قضائية وحصانة دبلماسية الى اخره والامتيازات ايضا فغريب اكثر مركز التحكيم التجاري دول مستعاون بالسوق البحريني غريب اكثر بجميع القطاعات التجارية الموجودة في البحرين لذلك دائما يكون اكثر التصاقن المنازعات بسوق البحرين او بالسوق السعودي ايضا بحكم طبعا انتشار وكبر حجم السوق السعودي فانسجلنا اربع منازعات من السوق البحريني ذي شي طبيعي والقطاع دائما القطاع البحريني اللي يشكل النسبة الاكبر هو قطاع التطوير العقاري فمعظم المنازعات لها علاقة بشراء ذلل او بشراء شقق او ما يتعلق بتطوير بعض الابراج او الابنية في المناطق العقارية اذا غالبية النزاعات هي ذات اطراف عقارية سدحمت عامتهم في النصف الاول مع منازعة احد اطرافها قطري والاخر اماراتي فهل لها علاقة بازمة الدوحة الحالية وهل تتوقعون في النصف الثاني التعامل مع منازعات قطرية خليجية سببها الازمة القطرية الحالية طبعا هو مركز التحكيم التجاري دار القرار يعمل في الازبهار الاقتصادي ويعمل ايضا في الركود الاقتصادي ولا دور اكبر في الازمات سواء كانت الازمات المالية او الازمات السياسية يعني جوابا على الشطر الثاني من السؤال طبعا نتوقع لدار القرار تسجيل منازعات بعد طبعا الازمة الموجودة الآن لكن عموما يعني عادة نسجل منازعتين او ثلاث منازعات من السوق القطري المنازعة التي تم تسجيلها بين طرف اماراتي وطرف قطري ما لها علاقة بالقرار السياسي انما هي منازعة تم تسجيل من شهر فبراير لكن احيانا بعض المنازعات تحتاج مدة اطول لاستكمال بعض المساندات واستكمال بعض الاوراق وايضا الى السداد حصة اتعاب التحكيم فهذه المنازعة ليس لها علاقة لكن مثل ما بينت دور المركز يعمل في جميع مراحل الاقتصادية من ركود ومن ازدهار وايضا ينشط اكثر في الازمات وهذا دور المركز التحكيم التجاري بحكومنا وجهات قضائي لفضل المنازعات بين مواطني دول مجلس التعاون بالفعل سيد احمد نجم امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي شكرا جزيلا لك والان نتابع اسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل نشرة مشاهدين مع اغلاقات البورصات الخليجية لبداية تعاقدات هذا الأسبوع وكما نلاحظ على الشاشة امامكم كان الاداء متباينا بين ارتفاع ونزول دون النقطة المئوية كان ابرز الرابحين بورصة الكويت التي تواصل منحناء الصعود وتستمر في المنطقة الخضراء حيث اقفلت عند مستوى 6723 نقطة بارتفاع نسبته اكثر من 16 نقطة مئوية وشهدت في بورصة الكويت اسهم قطاع الخدمات المالية ارتفاعات كبيرة كانت السبب وراء هذا الارتفاع نتحول الى سوق ابو ظبي للأوراق المالية التي شهدت تدولات قوية على اسهم قطاعي الطاقة والعقارات واقفلت على صعود بنسبة 13 نقطة مئوية اما سوق الامارات الاخرى سوق دبي للأوراق المالية فقد سجل ارتفاعا هو الاخر بنسبة طفيفة جدا وبالنسبة لسوق العاصمة العمانية مسقط فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13 نقطة مئوية وذلك في مواصلة لمحلة التعافي بعد تسجيلها اقل مستوياتها الاسبوع الماضي قرب حاجز 5080 نقطة وبخلاف ذلك استمرت السوق السعودية انخفاضه اغلق عند مستوى 7166 نقطة بانخفاض يتجاوز النصف نقطة مئوية اما بنسبة لبورصتنا المحلية ومشاهدين فقد تراجعت في نطاق محدود واقفلت عند مستوى 1310 نقاط وقد تداول المستثمرون مليون وثمانمائة وخمسين الف سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 408000 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 40 صفقة وركز المستثمرون تعاملاتهم على اسهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيمة اسهمه ما نسبته 62% من القيمة الإجمالية للأسهم توصل قطر سياسة المراوغة في أزمتها الناجمة عن إصرارها على دعم الإرهاب وسط استمرارها دفع تكلفة الاقتصادية باهضة حيث من المنتظر أن تتفاقم الأوضاع في قطر بعد أن بدأت تداعية الأزمة تضرب قطاعات حيوية أبرزها قطاع الإنشاءات لا سيما في المشاريع المتعلقة بمنديال قطر 2020 أي الملاعب والمرافق والفندق الجديدة كما ستلحق الأزمة أضرارا بمشروع الميناء الجديد وكذلك الحال بالنسبة لمشروع المترو بإضافة إلى ذلك سيتعرض قطاع الأعمال والشركات التي لديها فروع في قطر لضربات قوية خصوصا مع تراجع قيمة الريال القطري وخفض تصنيف الاعتماني لقطر من قبل وكلة موديز خفضت وكلة موديز للتصنيف الاعتماني نظرتها لتصنيف تسعة مصارف قطرية إلى سلبية بعد يوم واحد من تخفيضها نظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى سلبي وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في عدة محاور منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية إلى جانب تخفيض رتبة تصنيف قطر وبنوكها وأوضحت موديز أن السبب وراء ذلك هو استمرار الأزمة التي ستؤدي إلى تخارج الأموال الأجنبية في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة المحلية للضبط حيث تتمثل الوداع الأجنبية نحو 36 من مطلوبات البنوك بنهاية مايو كما تتوقع موديز ارتفاع تكاليف التمويل ما سيضغط على ربحية المصارف القطرية إضافة إلى ذلك تشير موديز إلى أن ضعف البيئة التشغيلية المحلية بنسبة للمصارف ستؤدي إلى ضعف الاقتصاد القطري الأمر الذي سيأثر على قدرة الحكومة بالتدخل لدعم ومساندة البنوك المتعثرة